قام محافظة مطروح خالد شعيب بتوزيع تقاوية الشعير والأعداد لتوزيع شتلات الزيتون جاء ذلك بمشاركة الإدارات التنفيذية والمحلية بالمحافظة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين قامت وزارة زراعة بتوزيع 70 طن تقاوي شعير و100 ألف شتلة زيتون بالمجان لدعم المزارعين في القرى والنجوع التابعة للمبادرة بمحافظة مطروح وخلال تفقد محافظ مطروح خالد شعيب مخزن المعونة للتقاوي والمواد الغذائية التابعة لجهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة زراعة بمنطقة الزويدة أكد المحافظ أنه تم تخزين نحو 50 طن تقاوي شعير سيتم توزيعها على مزارع مدن غرب مطروح إضافة إلى أنه تم توزيع 20 طن تقاوي بقرى فوكة ورأس الحكمة شرق مطروح من خلال جهاز التنمية الشاملة بوزارة زراعة بنتفقد أن هذا مغزن توزيع تقاوي الشعير على أبنائنا في الصحر الغربية طبعاً إذا نحن نعرف أن المطروح تحتمد على زراعات المطرية فهذا مهم جداً جداً نحن نوزع هذه التقاوي في التوقيت المناسب فإحنا نضع أن تفقدنا المغزن الخاص بتقاوي الشعير وإسلوب التوزيع على المستفدين المبادرة الرئاسية تقدم كل التسيرات والتسهيلات اللازمة للمزارعين في كافة المحافظات من أجل توفير مصادر دخل لهم فضلاً عن تحسين المعيشة بقراهم